السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم في درسنا جديد نتكلم في هذا الفيديو عن تمارين أو تدريبات في الحاضر المستمر زمن المضارع أو الحاضر المستمر نأخذ كل التمارين يتعلق بهذا الزمن ونشرحها مع بعض قبل أن نبدأ نذكر بعض بشكل الفعل بالمضارع المستمر بيكون عندنا بفعل كون وفعل فعل بالتصريف الأول مضاف له ing يعني يكون الفعل بالمضارع المستمر مكون من ثلاث أجزاء بي نقصد بها كما تعرفنا بالفيديوهات السابقة عن المضارع المستمر بام إز آر نضيف للفعل ing بالتالي بيكون عندنا الفعل بالمضارع المستمر فعل كون وحدة منهم ام إز آر على حسب الفعل والفعل مضاف له ing نبدأ أول مثال إذن هو لا يدهن اليوم اللحظة الفعل is painting لكن في عندنا خطأ في هذا الجملة من توقع الخطأ ممكن شخص بيقول الجملة صحيحة لكن الجملة فيها خطأ قواعدي اللحظ is مختصرة short form و not مختصرة يعني اختصر is و اختصر not وهذا خطأ يختصر واحدة منهم ياما يختصر is و يكتب مثلا he is not به شكل هذا he is not أو بيكتب is بشكل كامل و يختصر not تصبح he isn't إذن لا يختصر is و not سوية إذن وحدة منهم إذن هذا الخطأ يكتب he or he is not he is not painting today اللحظ هذين المثالين they are fixing the door now he is bowing low to Mary they are fixing the door now في عندنا أيضا خطأ في هذا الجملة من توقع الخطأ الخطأ بيكون لاحظ fixing نعرف الفيكس فعل fix يثبت أو يصلح لكن هنا عندما اضاف الing و وضع double x وهذا خطأ دائما إذا كان عندنا x w لا نضاعف الحرف الأخير يعني لا نضاعف ال x أو ال w ونضيف ing بشرة أكتب اكتب fix وضيف لها ing إذا هذه خطأ they are fixing the door now he is bowing low to Mary نفس الخطأ لدينا اللاحظة الفعل bow بالشكل هذا وضع double U ثانية وهذا خطأ باشرة أضيف ING وأكمل الجملة إذن الفعل باشرة أضيف له ING ممكن هو يعتقد أنه إذا كانت الكلمة منتهية بحرف ساكة مسبوقة بحرف صوتي نضعه في حرف أو الحرف الساكن الأخير لكن ما عدا ال-W وال-X لسهولة اللفظ ال-W وال-X لا نضعي فهم لاحظة ذا المثالين It is eating its carrots now carrots جزر إذن في عدنا خطأ لاحظ الفعل eat double T وهذا خطأ لماذا؟ لأن عدنا حرفين صوتيين إذا كان عدنا حرفين صوتيين فقط نضيف ING وحرف ساكن لكن لاحظ عدنا حرف E حرف صوتي والA حرف صوتي فقط نضيف ING It is eating الجملة الثانية She is cutting the onions or the onions اللاحظ أيضا في عدنا خطأ هنا لماذا؟ لأن عدنا حرف T حرف ساكن مسبوق بحرف صوتي عند إذن يجب مضاعفة حرف الساكن الأخير وهو T ونضيف ING لماذا؟ لأنه مسبوق بحرف صوتي واحد بينما في هذا المثال في عدنا حرفين صوتيين ممكن نرجع نتذكر مع بعض الحرف الصوتي خمس حرف صوتي A I O U E أو عدنا O A I U أيضا E إذن هاي الحرف الصوتي She is cutting the onions اللاحظة هذا المثال He is writing a story now أيضا في عدنا خطأ الخطأ هو لاحظ الفعل write منتهي ب E دائما نتبع إذا كان الفعل منتهي ب E قبل إضافة ال ING نسقط ال E نحذفها ونضيف ING إذن الفعل write يصبح writing إذن نحذف حرف E ونضيف ING إذن هذا خطأ هنا بيكون صحيح He is writing a story now أحمد is going to the shop question mark إذن جملة استفهامية برأيكم الجملة هذه صحيحة إذا كانت استفهامية خاطئة لماذا عند تحويل الاستفهام يجب أن نضع فعل الكون في بداية الجملة تصبح الجملة is أحمد ونحذف is من المكان هذا تصبح is أحمد going to the shop إذن هل أحمد ذاهبا إلى المحل أو الدكان إذن نلاحظ بجملة الاستفهامية وانتهي ب question mark علامة الاستفهام نضع فعل الكون في بداية الجملة أمر and أحمد is playing video games at the moment إذن يلعب أحمد وعمر ألعاب الفيديو في هذه اللحظة في عندنا خطة في الجملة هذه من توقع الخطة رأى الخطة هو the verb to be is ممكن شخص يعتقد أنه خلاص في اسم مفرد نضع is وهذا خطة لماذا عندنا أمر عند أحمد صار اثنين لأنه في عندنا and يعني ذي وذي تأخذ شو تأخذ are إذن is خطأ لازم نستخدم أمر and أحمد are لأنه دائما is إذا كان one مفرد are إذا كان more than one ويعني ones أكثر من شخص أو الجمع نستخدم are مع المفرد نستخدم is و حسرا am نستخدمها مع i يعني am ما تستخدم فقط مع i بلعدنا is are is مع المفرد are مع الجمع he and she am singing a song right now song طبعا أغنية إذن هو هي وغنيون أغنية في هذه اللحظة أيضا في عندنا خطأ ما هو اللحظ استخدمنا am مع he and she لازم نستخدم are لأنه جمع am فقط نستخدم كما قلنا مع i i am إذا كان أكثر من شخص نستخدم are لاحظ i am driving the car رأيكم نستطيع نكتب am بهذا الشكل هذا خطأ ممكن اختصر am وضيف not لكن not ما تختصر مع not فقط اختصر am فعل الكون وضيف not كما هي ممكن is اختصرها بهشكل هذا أو اكتب شكل كامل وأيضا are باختصرها و not أو اكتب are واختصر not الحالتين صحيحة بالنسبة الام فقط اختصر am وضيف not كما هي إذن هذه خطأ يجب إذا أردت اختصر يكتبها بشكل كامل am not بهذا الشكل هذا صح بس الأفضل دائما اختصر أو اختصر فعل الكون وخلي not كاملة بدون اختصار they are sleep now ايضا في عدنا خطأ في هذه الجملة لاحظ مستخدم الفعل sleep بدون ما يضيف ing وهذا خطأ بالمضارع مستمر لازم يكون ثلاثة اجزاء اللاحظ استخدم r بشكل صحيح الفعل ايضا الجزء الثاني بشكل صحيح لكن نسي ان يضيف ing الجزء الثالث يجبا يكتب they are sleeping يضيف ing مثال اول احمد is tying up his horse tie بمعنى يربط او يثبت حصانه اللاحظ الفعل tie مضاف ing صحيح لكن اذا كان الفعل منتهي ب ie tie معنى يربط عند اضافة ing l-ie نحولها الى y ونضيف ing تصبح tying اذا هذه خاطئة يجبا نكتب بالشكل هذا احمد is tying up his horse i is washing my hands اين الخطأ في هذه الجملة لاحظ استخدم is وهذا خطأ مع i دائما استخدم am i am washing my hands لحظة هل يقرأ الكتاب الان يريد اجابة قصيرة yes he does برأيكم هذا صحيح خطأ لماذا عندنا الاجابة does نذكر دائما نكر هذا الكلام دائما يكون الفعل مساعد بداية الجملة اجاوب فيه نفسه بالضبط سألني ب is راح تكون اجابة ب is yes he is نعم يقرأ اكتاب في هذا اللحظة لكن مقتصر yes he is سألني ب is اجاوب is are they cooking هل يطبخون no they didn't خطأ ايضا دائما الفعل المساعد سألني ب اجاوب ب are they تصبح no they aren't اذا بالشكل هذا no they aren't اخر مثال معنا she bakes a cake at the moment لاحظ في هذه اللحظة سميه adverb ظرف يدل على المضارع المستمر استخدم bakes مضارع بسيط وهذا خطأ يجب أن يستخدم فعل كون والفعل يضيف له ing لاحظ الفعل bake هذا أصل الفعل bake يخبز معاشيا نستخدم is الفعل bake نلاحظ وانتهي ب e نحذف e ونضيف ing she is baking a cake at the moment بهذا الشكل انه هيا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن المضارع المستمر وجميع التمارين المتوقع المتعلم يخطأ فيها ممكن فيه امتحان او اثناء الكتابة نحاول انه نتجاوز هذا الاخطاء ونتدرب عليها بالتالي بيكون اكتب بشكل صحيح اثناء الحديث اكيد ما رح يكون عدنا واضح لكن ممكن اثناء الكتابة بتكون ظهر هذه الاخطاء اتمنى ان قدمت شيء للفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو يصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته